ففي خبر لموضوع حلقتنا تخيلين فنان قبل اقولك اسمه وصل اتوقع من اشهر الاشخاص عالميا يعني اتوقع كل العالم ممكن تعرفه خلال اعماله ليه هو الفنان جستن بيبر يقرر الاعتزال الفن وجبلاته العالمية هذا الخبر وايد سبب قلق حاجة ماهيرة واللي يحبونه وصارت يعني البعض وايد يمكن حشته صدمة لانه تحفين جستن بيبر ما احد ما يحبه انت هتسمع جستن بيبر انا اسمع لا انا ما اسمع لا ولكن مون لي اكره ها عاجد احطه اسمع لا بس مون لي اروح احط شغل اي اكسا واسمع الفن جستن بيبر مون من فان زاته مون من فان زاته ولكن اسمع له واحيي على الشغل اللي قاعد يسوي انه قدر يوصل ومنزقرف هذا الفن ولكن القريبين منه صرحوا في احد المواقع قالوا انه هو راح يعتزل خلال فترة بسيطة ويرجع فهل هذا الخبر صح او انه هو فعلا راح يتزل على طول راح يبين خلال الايام قادم وعبر في تويتر في اكاونت الشخصي قال اعمل على شيء مميز فنتمنى لك جستن بيبر طبعا انك قاعد تابعنا وايضا انك تسمع هذا الخبر قاعد نقوله عنك وانك ترجع لي الفن لانه بصراحة وايد من الشباب قاعد يقتدون فيه داني ليش تضحكين لانه فعلا جاتم يبردق عليه قال انا مشهد حرق اليوم شوفتها صارت في احد القنوات وقلناها في خبر رياضي انه لاعب عالمي كان قاعد يتابع القناة الاخبارية وما صدقت المذيعة وسكبت الموضوع واخر الشيء تخيل ايه بعدين اتصل وصد كان قاعد يتابعهم فهو ما زادتين يتين قا يتابعنا صح صح ممكن لانه هو يفهم عربي حينه هو ما اخذ برايك استراحة يعني او حاطين دبلجة هكا علىنا او واحد قاعد يترجم له